مجددا أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم التزام حكومته إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران المقبلة لكن لغاية الآن لا توجد أي ضمانات حقيقية في إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقررة فلا توجد أي إجراءات على الأرض تؤكد ذلك لحد الآن الموعد الذي وضعت حكومة هو باقي ومستمر يبقى تقييم حقيقة بالنسبة لهذا الموعد للمفوضية نفسه كجانب ثني والحكومة في موضوع الالتزامات المالية والإمكانيات التي يحتاج التحاج المفوضية يعني بتصورنا إذا مشت الأمور بسلاسة ممكن يكون هذا الموعد أو الحكومة مثلا تغيرها ثلاثة شهر أو أربعة شهر يعتمد على التنسيق المطلوب المفروض كان موجود بين المفوضية والحكومة قبل أيضا الإعلان عن هذا الواقع على الرغم من توجيه الكاظمية الوزارات والمؤسسات الحكومية بتذليل العقبات أمام مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات بموعدها نوابنا أكدوا أن المدة المتبقية غير كافية للمفوضية لإكمال الإجراءات اللوجستية والفنية الخاصة بتحديث سجلات الناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية وإبرام العقود مع شركات أجهزة العد والفرز الألكترونية نتغير النظام الانتخابي بالضرورة الحتمية تغير كل مستلزمات الفنية واللوجستية هذا يطلب بقت هم لو كانوا فعلا راغبين بإقامة انتخابات مبكرة لمشوا بقانون سهل وسهل وسلس تطبيقه قانون المحافظة دائرة واحدة من ذهبه إلى الدوار المتعددة هم في نيتهم دفع الانتخابات المبكرة إلى أبعد فترة ممكنة فلذلك هي لن صعوبة الصعوبة الفنية واللوجستية لتطبيقها لأننا نحن أمام نظام جديد جملة من التحديات الأمنية والقانونية والسياسية يضاف لها الأزمة الاقتصادية قد يجعل تحقيق متطلبات مفوضية الانتخابات أمرا في غاية الصعوبة لأسيما أن الكتل السياسية لن تفرط بامتيازاتها ومحاصصتها في رأس الدوليم قناة الفلوجة بغداد